تحت شعار اليوم العربي للتمريض والقبالة تحت في مملكة البحرين مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باليوم العربي للتمريض والقبالة والذي يصادف الثالث من سبتمبر من كل عام ويجسد اليوم العربي للتمريض والقبالة أهمية التوعية بهذه المهنة وأثرها الإنساني والصحي على الفرد والمجتمع التمريض مهنة إنسانية عظيمة ومزيج من الرحمة والصبر والتحدي وهي من أقدم المهن لارتباطها بوجود الإنسان والمحافظة على حياته والعناية بصحته وتخفيف معاناته يأتي الاحتفاء باليوم العربي للتمريض والقبالة في ظل حرص مملكة البحرين للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة وتحقيق الأمن الصحي ومن منطلق العمل الإنساني العظيم والواجب السامي الذي يقدمه كل ممرض وممرضة حيث شرعت الأمانة العامة بوضع برامج من أجل تطوير هذه المهنة في حين تواصل مملكة البحرين بطواقمها الطبية التمريضية مسيرتها في سبيل الارتقاء بهذه المهنة الإنسانية العظيمة بطموح وتحدي كونها من أهم المهن التي تخدم الإنسان والمجتمع مسيرة التمريض والقبالة في مملكة البحرين تتواصل كدليل وشاهد للفخر بهذه المهنة العظيمة لعون المريض في ظل الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين في هذا المجال لسيما بين المريض وطاقم التمريض فما وصل إليه التمريض والقبالة من مستوى لهو دليل ونموذج حي على الطموح والتحدي لكل العاملين في هذا المجال ورغبتهم بالعمل والتطوير اشتركوا في القناة